أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الانتروفيو معكم محمد السيد والنهاردة هنجاوب على أسئلة الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن الأسئلة الجنرال الخاصة بالانتروفيو لمعظم الأقسام فالحلقة النهاردة هنجاوب على الأسئلة اللي قلناها الفيديو اللي فات لو أنت مقدش تفرجت على الفيديوهين اللي احنا نزلناه قبل كده فهساب لك اللينك في الديسكريبشن أو لو أنت على الفيسبوك فهتلاقيهم في أول كومنت فاتفرج عليهم عشان تكمل حلقة النهاردة ولو انت وصلت لحد هنا فما تنساش تدعمني باللايك والشير والسابسكرايب وكومنت جميل زيك عشان نوصل ل 15000 مشتركة على اليوتيوب وعشان نوصل 60000 متابع على الفيسبوك فانا نكمل ونشوف الاسئلة بتقول ايه اول سؤال معنا كان بيقول عرف الانترنشنال بيشن سيفتي جولد او ال اي بي اس جي اس ايه يا دول هم دول ست معايير خاصة بسلامة المريض وبالترتيب كده رقم واحد الاي تشير الى الانتفاي بيشن كوريكتلي يعني ان انت تعرف المريض رقم اتنين عن طريق ان انت تتواصل مع المريض ولما تروح تديله مسلا الالاج او اي حاجة تعمل انتروديسر بسيلف وتعرفه الالاج ده هتديه له فين هتديه له ازاي ولازم له ايه وهكذا رقم تلاتة يعني تاخد بالك وانت بتتعامل مع الادوية عالية الخطورة رقم اربعة يعني تتأكد كويس وانت لو انت شغال في عمليات او حاجة او لو انت مثلا في قسم داخل بالمريض داخل العمليات تتأكد من مكان العملية الاوراق القاصة بالعملية وهكذا رقم خمسة يعني تاخد بالك كويس وانت شغال انك تقلل حروس العدوى عن طريق ان انت تغسل ايدك دي اهم حاجة ورقم ستة وهي اخر حاجة وهي يعني انت تقلل وقوع المريض او تقلل حروس الوقوع للمريض يعني المريض ميقعش او عن طريق ان انت مثلا ترفع حواجز من السرير او ان انت تعمله المهم ان انت تقلل حروس ان المريض يقع من على السرير وبس كده هما دول كانوا الست معايير الخاصة بالانترناشنال بيشن وده كانت اجابة اول سؤال معنا السؤال رقم اثنين وطبعا اقول لي الفرق بين الجي سي اي والجار او ايه الاختصار بتاعهم طبعا اول حاجة بتقوله يعني يعني هي 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 بتقيم المراكز والمستشفيات الصحية عشان تعمل مرأبة لتطبيق معايير الجودة وتحسين الرعاية الصحية وده طبعا يعني بالعربة كده بتشوف جودة المستشفيات جودة المستشفيات وهو اللي هما ماشيين على الستاندر ولا وطبعا ده اعتماد دولي مش محلي لكن الجهار هو ده الاعتماد المحلي واختصار كلمة الجهار هي يعني الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وليات معاملها قريب في اثنين وتمنتاشر خاصة بالتأمين الصحي الشامل عشان تشوف كل المستشفيات ماشية بالستاندر والرعاية الصحية السليمة والجودة وهكذا وده كده كان الفرق بين الجي سي اي والجهار بعد كده سؤال رقم ثلاثة ولي او تعرف ايه عن الهاي الارد ميديكيشن او تعرف ايه عن الادوية عالية الخطورة هتقوله الادوية عالية الخطورة هي الادوية اللي بتحمل خطر كبير او هتسبب ضرار كبير للمريض لو انا استخدمتها بطريقة خطأ او خد منها جرعة زيادة او ان انا جبت له او اديته ده وغلط طب ممكن تقتصرلي تقول لي ايه ده ممكن تقتصره وتقوله كلمة لاسا ايه هو اللوكاليك ميديكيشن وهو لوكاساوندي ميديكيشن هتقوله اللوكاليك ميديكيشن يعني الادوية المتشابهة في الشكل يعني الانبول بتاعة الدواء ده شكل الانبول في الدواء ده يعني ده دوا مختلف وده دوا مختلف ولكن الاتنين متشابهين في الشكل ده بالنسبة بالنسبة ده يعني ادوية متشابهة في الصوت يعني الاسمين زي بعض زي ما قولك الدمامين التبتمين الاتنين نفس الصوت وهكذا فدول منسميهم ودي كده الادوية للعليط الخطورة والسؤال بيقول عرف او قولي انواع الهاند ووشنج او انواع غسيل ايدي هتقوله بمنتهى البساطة او هتوري الصورة دي عندنا ثلاثة انواع من غسيل ايدي اول نوع وهو الغسيل الروتيني وده بنستخدمها في مياه وصابون عادي جدا لمدة ثلاثين ثانية وده هستخدمه لو حاجة مش هتخترك الجلد يعني مثلا هيكل هاشرب دخلت للحمام خاربت من الحمام هسلم على حد المهم ان انا مش هخترك جلد المريض ده كده بالنسبة للروتيني والروتيني بنستخدمه في بيتنا على طول لكن الصحي والجراحي هم دول اللي هنستخدمهم في المستشفيات مش معنى كده ان احنا بنستخدمش الروتيني لا احنا قبل ما نستخدم الصحي وقبل ما نستخدم الجراحي بنستخدم الروتيني الصحي هو الخطوة التانية من الروتيني هو عبارة عن انا باخسل ايدي ولكن ببتادين تركيز سبعة ونص او بنسميه ببتادين رغوي وهنا في الصحي والجراحي بنستخدم ببتادين تركيز سبعة ونص اللي هو البيتادين الرغوي البيتادين الخاص بغسيل الايدي مش البيتادين اللي انا بستخدمه في العمليات تمام نفرق بين البيتادين سبعة ونصف والتركيز العشرة طيب بالنسبة للغسيل الايدي الصحي هو بتستخدمه البيتادين سبعة ونصف لمدة دقيقتين وبخسل ايدي لحد تحت الكوع بخمسة سنتي ده كده بالنسبة للغسيل الايدي الصحي طيب بالنسبة للغسيل الايدي الجراحي وانا برضو بستخدم البيتادين تركيز سبعة ونصف والتركيز الرغوي. باستخدمه لمدة خمس دقايق. باخسل ايدي لمدة خمس دقايق. ولكن هنا باخسل من فوق القوع لمدة خمسة صندق. وطبعا في الصحي هستخدمه لو انا هعمل اختراق للجلد. يعني هركب كنولا. هغير على الجرح. وهكذا. لكن بالنسبة للجراحي لا انا داخل عمليات جراحية. او مثلا هركب اسطرة بولية او اي حاجة. المهم ان انا بعمل حاجة كبيرة جدا. فانا مش عايز اوقع اي مني. مش عايز ادخل اي مريض. فانا بستخدم الجراحي. فبس كده دي كده انواع خسيل الايدي. واننا اخدنا انواع خسيل الايدي. فدعا ما اقول لك بقى اهما الخمس اوقات اللي ان اقدر فيهم اخسل ايدي. وده برضو من اسرة الانترفيو. قال لك هتقوله بالمنتهى البساطة اتنين بفور وثلاثة افطر. طب يا سيدي اهما الاتنين بفور وثلاثة افطر يا عمي محمد. تعال معي. اول حاجة الاتنين بفور قوله بفور يعني قبل اي اجراء انت هتعمله قدرة تخسي الايدة. طب رقم اتنين هتقوله بفور بيتشان كونتاكت يعني قبل ما تلمس المريض اصلا. دول كده الاتنين بفور. طب رقم تلاتة او اي هما التلاتة الافطر? هتقوله رقم تلاتة هتقوله افطر بعد ما لمست المريض هروح اخسي الايدي. افطر بادي فليويد يعني بعد ما اي افرزات من المريض جات عليا فهروح اخسي الايدي. رقم خمسة هتقوله افطر كونتاكت وسبشان يعني لو انت لمست اي حاجة خاصة بالمريض. يعني مثلا لمست السير بتاعه المكتب اللي جنبه الاقلاج بتاعه الترميمتر بتاعه. اي حاجة خاصة بالمريض انت لمستها فتروح تخسي ايدك بعدها. فهم دول. تمام كده? تمام كده. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده وهو اخر سؤال معنا في حلقة النهاردة. تعرف ايه عن التين رايت درج ادميرستريشن. هتقوله ايه ده? هما مش كانوا كانوا فايف رايت? هقولك اوه هما كانوا فايف. ولكن التحديثات الجديدة بقوا عشرة. ايه هما? قالك اول حاجة. رايت درج. الدواء الصح. رايت بيشن. المريض الصح. رايت دوس. الجرعة الصح. رايت روت. الطريقة الصح. سواء اي اما او اي في. رايت تايم. يعني الوقت الصح. كل دواء بيكون لي وقت. طب اهما بقى الخمسة جداد. اقوله رقم واحد في الخمسة جداد او رقم ستة يعني بعد اي دواء انا بديه لازم ان اوصك ان انا بديت العلاج او المريض رفضه وهكزا. طب رقم سبق اعمل وهيستوري. اعرف المريض ده هل عنده حساسية من الدواء ده? هل حصل اي حاجة للدواء ده? حصل مسلا اي حساسية منه او اي حاجة? المهم من انا بعمل وهيستوري. رقم تمانية بشوف ان المريض حقه انه رفيوز. رايت تو رفيوز. ان المريض اصلا حقه ان هو يرفض العلاج. فطبعا هعمل ده في الايه? في الديوكمنتيشن. طب رقم تسعة يعني ان العلاج ده ممكن اتفاعل مع العلاج تاني فانا باخد بالي. ورقم عشرة اللي هو اديوكيشن وينفورميشن. بعطي معلومات ومعلومات للمريض عن العلاج ده. وبس كده نكون كده وصلنا لاختام حلقتنا النهاردة. وكده جوابنا على معظم الاسئلة التقيرة اللي بتقابل في الانترفيو. ومش معنى كده ان احنا خلصنا اسئلة. لا لسه اللي جاي كتير واللي جاي عندنا احسن. فلسه في باقي الاسئلة هنجاوب عليها في سلسلة الانترفيو. المهم تابعوني على عيس وكان عشان تتابعوا باقي السلسلة. لو انت عندك اي سبصارة واي سؤال سيبه في الكومنتات تحت. وطبعا ان شاء الله لما نخلص كل الاسئلة احاول للملك كل الاسئلة بقدر المستطوع. في بلاف في بي دي اف تقدر ان انت تقرأ. وطبعا لو انت وصلت لحد هنا يعني انت كده وصلت لختام الحلقة معنا. فطبعا ما تنساش انك تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب واعرف كل زمائلك. وبس كده كان معكم محمد السيد من يسوي كان. سلام.